موسيقى امسك في مواعيده دا الوعد مش كلام الله بيقول ويوفي وهيملك بالسلام سادها لما يقول كلامه في الحلول ومهما اللي عين تشوف إيمانك راح يقول امسك في مواعيده امسك في مواعيده امسك في مواعيده مواعيده لللي محتاج للضمان واللي نفسه يحس الأمان وفوق كل دا يلاقي حب وحنان حلقتنا النهاردة من مواعيدي ليك بعنوان الوعد المنسي امسك في مواعيده امسك في مواعيده امسك في مواعيده النور اللي بين لحياتي بسلامي وفرحتي امسك في مواعيده من سفر التكوين اتقال لإبراهيم ولحد في سفر الرؤية كل التاريخ كان محتاج الكلام الرائع دا بس المرة دي مفصلة والمرة دي كأنه عايز يقول فيها كلام مهم ورائع جدا هقرالك بيقول ايه بيقول والان هكذا يقول الرب اللي بيتكلم دا مش اي حد شوف شوف الضمانات بتاعة الحفظ هنا بيقول كده الرب دا خالقك يا يعقوب وجابلك يا اسرائيل جميلة جدا اللي بيقول ما تخافش دا وقت هو اللي صنعك هو اللي عملك كأنه عايز يقول لك أنا عارف كل تفاصيلك وعارف دخلياتك مفيش حاجة معرفهاش عنك عارف ايه اللي بيضغطك نفسيا عارف ايه اللي بيخوفك عارف ايه اللي بيرعبك عارف ايه اللي ممكن يكون بيمس الخطر بالنسبالك أنا الخالق بتاعك اللي معايا معايا كل تفاصيل حياتك شيء طمن جدا انا لو معرفش الجهاز دا يبوز بسبب ايه ممكن يبوز مني بسهولة لكن لو انا بقى اللي عامل الجهاز دا مستحيل يبوز مني مستحيل يبوز مني لانه عارف ازاي يستعمل بطريقة سليمة في النمرة واحد هنا الضمان اللي بيديه الرب اللي بيكلمه بيقوله أنا الخالق أنا اللي جبلتك وعملتك لا تخف بس كمان مش بيقول بس أنا الخالق بقول لأني فديتك دفعت فيك تمن غالي اللي بيقولك ما تخافش دا واحد انت بالنسباله غالي غالي لدرجة انه كان عنده استعداد يموت من اجلك عشان يتمم من اجلك عمل في دا دا مش بس مش بس هو اللي عملك لكن اكتر من كده كمان هو اللي فداك لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك انت ليه عايز يقولك عارفك باسمك صدق حاجة جميلة جدا انك بالنسبة لله مش مجرد واحد من ملايين ومليارات البشر صدقني لو كنت كده هوت كان يهتم بيك بردو بس لا دا بيقولك دا أنا عارفك باسمك عارف ان اسمك فلان أنا معرفش اسمك لكن هو عارفه كواس جدا وكأنه عايز يقول خصص الوعد دا ليك انت كلمة لا تخف دي انت انت بتاعتك انت شخصيا تقدر تخصصها لنفسك دعوتك باسمك انت ليه الملكية الرب عايز يقول انت ملكي ومين يقدر ياخد حاجة ملكة حد إلا اللي اقوى منه طب مين اللي اقوى من المسيح مش حد اقوى منه خاص محدش يقدر يخطف قال كده فيهم الايام محدش يقدر يخطف من يدي ولا من يد أبي كامل يقول كده هوت كلام رائع جدا عايز يطمنك ويطمنني بيقول اصرت عزيزا في عيني مكرما وأنا أحببتك اللي خلقك واللي عارفك باسمك واللي انت ملكه بيقولك انت عزيز في عيني مكرما عشان كده يقولك ما تخافش اذا كتست في المياه فأنا معك في الأنهار فلا تغمرك اذا مشيت في النار فلا تلذع واللهيب لا يحبقك الحاجات دي كلها تمت في التاريخ المقدس لان شعب الله عدة في البحر وعدة وعدة في النهر وعدة وفي ناس منه نزلوا للنار وما تحرقوش وما تلذعوش وكأنه عايز يقولك الكلام ده حصل مش ما حصلش وأنا جاي يقولك ان حصلت اي ظروف معاك أنا معاك لا تخاف تعالوا نسمع الترميمة ونعود لكلامنا مرتين موسيقى 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 وإحسانك أحلى ومية أغنيها إزاي ما رنمشي وإنت إلهي قوتي والنور اللي بين لحياتي وسلامي وفرحتي إزاي ما رنمشي وإنت إلهي قوتي والنور اللي بين لحياتي وسلامي وفرحتي إن عمل لنا عايز فيها والبركة اللي بين لحياتي رح أشهد بيها وغنيها إن عمل لنا عايز فيها والبركة اللي بين لحياتي رح أشهد بيها وغنيها والنور اللي بين لحياتي وسلامي وفرحتي إزاي ما رنمشي وإنت إلهي قوتي إن نور اللي بين لحياتي وسلامي وفرحتي رجاء إلا أنا مستني رجوعك أيام تاني أشوفك واتمتع بيك وطول الأبدية في تغاني وإزاي ما رنمشي وإزاي ما رنمشي وإنت إلهي قوتي والنور اللي بين لحياتي وسلامي وفرحتي إزاي ما رنمشي وإنت إلهي قوتي والنور اللي بين لحياتي وسلامي وفرحتي إزاي ما رنمشي وإنت إلهي قوتي والنور اللي بين لحياتي وسلامي وفرحتي قدام وعد النهاردة أتمنى عزيز المشاهد ترفع قلبك لربنا كده وتقول له عايز أسمعها منك أنت يا رب عايزك أنت اللي تقولها فوداني مش يبقى مجرد كلام وخلاص لكن لما تيجي منك لها معنى قول له يا رب فوداني ما تخافش فكرني إنك أنت اللي خلقتني وعارفني فكرني إن إنت اللي فديت فكرني إن أنا ملكك وبتاعك وفكرني فوق كل شيء إن أنا غالي ومحبوب على قلبك وعزيز على قلبك جداً أتطمن وارتاح حتى لو الظروف اللي حوالي كانت زي ما تكون حبقى متطمن لأنك أنت فصفي ومعي عزيز المشاهد أستودعك لنعمة الرب القدير إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجنا موعد لك ترجمة نانسي قنقر